تونس منذ عدة سنوات، ليس اليوم. اليوم عام التالي والعامين التالي لم يكننا نجم نعملوا حد شيء. لم يكننا نجم ويمكن خمسة سنين التالي اللي كان فكرنا في سياسة فيلاحية زراعية وفي سياسة اقتصاد في الطاقات المتجددة. كنا طبعا نستطيع أن نتفايد هذه النسبة من التدخم. بشي تواصل التدخم هذي؟ بشي تواصل لكن مش بالوطيرة اللي أعرفناها. اليوم بقى العديد من المواد بدأت تشهد في نزول في أسعارها. النفط اليوم تحت تحت التسعين دولار البريل. كذلك السكر الحبوب يعني هناك. المواد، المادة الوحيدة اللي يقعد السعر المتاحة في ارتفاع هو الغاز الطبيعي. لكن نعرفوا احنا دزادة اللي الانفلاسيون سورتول التدخم المورد هو يخو وقت باش يلسوغي بركوت عالي بخودوية ناسيونو. نوك هذيك عليش اليوم بشي قعد فما تواصل في ارتفاع التدخم لكن سيكون بوطيرة أقل حد من اللي كان عليها. وممكن أعتقد أنه من هوني لآخر السنة نوصلوا النسبة التدخم تقريباً بين تسعة فاصل ثمانية وعشرة فاصل ثنين في المائة. نجم ونوصلوا معناتها من هنا الآخر الفين واثين وعشرين بتدخم يعني بزوز أرقام. عشرة بالمائة مش عشرين ومش كيفين. ولا مش عشرين عشرة بالمائة بو عشرة بالمائة زادة مهيش شوية معز حديدان الخبير في الأسواق المالية. لهنا شنو يلزمنا نعملو بارابور للانفلاسيون بارابور للتدخم. حكيت أنه كان عملنا برنامج أو استراتيجية منذ خمسة سنوات لنا مناش في الوضعية هذه. من هنا الخمسة سنوات أخرين على شنو يلزمنا نركزه؟ هو فمزوز السياسات لموقعهم التدخم أنت مجبور أنك تتحمله خاصة كيف تدخم مورد. الحل الأول هو أن الدولة تقوم بمساعدات كبيرة ولا دي سيبونسيون لفائدة المستهلكين بصفة عامة أو تنقيس في الأداءات. وهذا غير ممكن للدولة تونسية نظرا لمحدودية إمكانيات الميزانية العمومية. الحل الثاني هو على متوسط المدى وهو أنه يقع تشجيع الإنتاج من المواد اللي احنا تتكلف لنا غالية عندما نوردوها. وهذي اليوم أصبحنا عن ثلاثة مواد غالية برشة تتكلف لنا كنوردوها. أول حاجة معروف هي الطاقة اللي يتمثل تقريبا أكثر من ثلث يعني العجز الميزان التجاري. ثاني شيء المواد الغذائية اللي اليوم أصبح يعني عجز الميزان المواد الغذائية أصبح يتفاقم وأصبح يعني يعني بشي فوق 2 مليار دينار في سنة 2022. وثالث شيء هو اللي هو كان يتكلف لنا يعني ديمة منذ سنين استوريكمون اللي هو المواد المصنعة الألات الصناعية. على تونس كذلك أن تتخذ منوال صناعي جديد. يعني يزينا من الاندوسترية متاع أفاب الفالو راجوته والتكستيل اليوم يجب أن نستخمم في الصناعات الكبرى وجلب يعني المصنعين الكبار في مجال الطيران. مش لازم نكتفي بالمواد يعني الأكسسواع ولا نصنعو كريمو معناها اليوم كما عاملة المغرب كما نجيبو يعني مصنعين. مش لازم من أوروبا نجيبو حتى من اليابان في إطار ش صديقها وشركتنا مع العبار أن نصنعو كريمو سيارات في تونس والليسانسيال اللي بياند اكيبما يجب تونس تأخذ منوال الاقتصاد على المدى المتوسط لو كان ثلاثة مواد هذو ما نوصلوا ونصنعوهم في تونس. يعني نأكد لك أنه نجيبو نوصل ونعملو سولد اكسيدنتر في البالانس كوميرسيال لتعنا ونقصو. ونبعدو تماما على التضخم المورد. باش نرجع بعد شوية معاك للعجز التجاري لكن آخر نقطة فيما يخص التضخم. برشا يتسائل ويقول لك عليش البنك المركزي ما فعلش آلية رفع الفائدة المديرية للحد من التضخم هذي. هل كان عليه أن يتدخل المرة هذه والله. والله أنا اكتبت مقال وقلت يمكن البنك المركزي سيرفع في نسبة الفائدة وأرجو أن لا يفعل ذلك. لأنه علاش لأنه اليوم بات من الواضع أنه السياسة النقدية وحدها أصبحت ليس لها نجاعة الكاملة للحد من التضخم. يعني اليوم أي ارتفاع في نسبة الفائدة المديرية. هو بش يضر بالاستثمار أكثر منه ما بش يحارب التضخم. لأنه نعرف اليوم اللي برشا التوينسة الكل والشركات خاصة الصغرى والمتوسطة. هي اللي عندها ديونة دا البنوك وعندها يعني سادات ديون إذا كان مش ترفع لها. وهي يعني سيولة متاحة يعني لميت على الأخر. لونك اليوم كي مش نزيد ورفعه في نسبة الفائدة هذا يعني مش نغليه في السيرفيس دولادات منتع الشركات. للي هم ما عندهم مش حتى مارج دوما نوفر اليوم بش يكمل ويواصلوا بالنساقة ذاك. أنا أعتقد أنه البنك المركزي لم يرفع وهو أحسن شيء عمله. لأنه أنك تضر بالاستثمار هو أخطر من أنك تحافظ نوعا ما أو تقاوم نوعا ما التضخم. خطر لو كان البنك المركزي بش يرفع واحد في المئة مثلا في نسبة المديرية. المظرة اللي بش تجيه على الاستثمار على الشركات هو أكبر من أنه بش تنقص بصفر فاصل خمسة أو واحد في المئة في التضخم. به العجز التجاري أيضا من المنتظر. وقلت أنت معز حديدان أنا بش نسجل رقم قياسي من هنا لنهاية ألفين واثنين وعشرين قداش النجم نوصل. نحن في الثمانية أشهر الأولى عملنا عجز تجاري بسبعتاشر مليار دينار. نفكر اللي احنا أكبر أكبر عجز عملنا في السنوات الماضية هو في 2018 و2019. في السنتين هدوما عملنا فوق 19 مليار دينار عجز 19.2 أعتقد في 2018 و19.6 مليار دينار. وكان هذا كسبب من أسباب يعني تدهور الدينار بصفة كبيرة. سنة 2022، من يش بش نعملوا عشرين مليار دينار عجز، من يش بش نعملوا 21.2 ومن يش بش نعملوا أكثر من 23 مليار دينار. أكثر من 23 مليار دينار. يعني مش يكون قفزة هامة وهذا نشوفوه يعني إذا كان أنت في ثمانية شهور عملت 17 مليار دينار. ونشوفو عليش يعني العجز في ثمانية شهور ارتفاع بستين في المية كي نمشي ونشوفو عجز انتع الطاقة بركة ارتفاع بمية وعشرين في المية. شنوما الحاجات اللي قاعدة تساهم في ارتفاع العجز هذي بخلاف الطاقة؟ بخلاف الطاقة عندك أول شي هو الارتفاع الأسعار انتع العديد من المواد اللي نوردوها. بالدولار هي بتبيعتها أسعارها بالدولار قاعدة ترتفاع نظرا لأنه كي يرتفع يعني البترول. كل شيء يرتفع. كل شيء بشياغل. دونك انت اليوم تورد في مواد مصنعة. نحن اليوم راهوا أكبر حاجة نوردوها بخلاف الطاقة هي الألات الصناعية. فهمتو والكهراء. الألات الصناعية بصفة عامة والميكانيكية هذي تكلف لنا برشة فلوس كيف نوردوها لكن هذي لازمة للاقتصاد. لأن احنا اليوم ما نصنع وهيش محلين لكن هي نازمة باش لمعامل تنجم تخدم ولمعامل تنجم تنتج. هذا الحاجة الأولى. الثاني حاجة بتبيعها هي انخفاظ قيمة الدينار. اهي. اليوم انت والدينار متاعك يعني شد نزول حاد في السنوات الأخيرة. نعرف وراء احنا من الفين تعرف انت من الفين وعشرة لليوم الدولار تفاع بأكثر من 130% مقابل الدينار. هذي اللي خلى انه اليوم كل يوم نشوفه اللي فاتورة الواردات تغلى. معناها فما ديجا احنا حتى لو كان ننستوردو نفس الكمية اللي استوردناها عم ناول. وش نقاول فاتورة الواردات زادت عاليش. يعني قدتك الاسعار بالدولار هي زادت. وكذلك دوبل ايفي انه قيمة الدينار انخفضت. هذا اللي فسر. وفي نفس الوقت الريتم تعد الارتفاع الصادرات ما كانش متناغم مع الريتم تعد نساق الارتفاع الواردات. مهم.